اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في شوف الصحفة على قناتكم شوف تيفي بداية الجولة من يومية المساء العنونات اجتماع مرتقب للأغلبية لتطويق الحرائق وفي تفاصيله كشفت مصادر اليومية ان رئيس الحكومة سعدين العثمانية يتجه الى جمع قيادات الاغلبية من اجل تطويق الحرائق التي اندلعت مؤخرا بين مكونات التحالف خاصة بين حزبي العدل والتنمية والتجمع الوطني للأحرارة بسبب الخلاف حول المسؤولية في احتجاجات التجار ضد الفوترة الالكترونية وقد تفاصيل ممكنكم تشوفها بيومية المساء مأساة انسانية تفضح البوليساريو بشهادة المينورسو عنوان اخترناه لكم مشاهدين من يومية الاحداث المغربية وفي التفاصيل تحت مراقبة المينورسو تجري فصول مأساة انسانية لعائلة تتألف من ستة اشخاص الاب والام واربعة ابناء تترواح اعمارهم بين 15 سنة وسنة واحدة وجدوا انفسهم مضطرين للاعتصام والاعتكاف بالقرب من مركز المينورسو من بطي قيادة جبهة البوليساريو بعدما كانت هذه الاسرة قد قامت بنفس الاعتصام داخل مخيمات تندوف وتلقت وعودا بحل مشاكلها لكن دون جدوى بقى التفاصيل ممكنكم تفهب يومية الاحداث المغربية واذا يومية اخبار اليوم نعنونات مخابرات اوروبية تجهد اغراق المغرب بعشر اطنان من الكوكايين وفي التفاصيل اجهدت المخابرات العالمية بقيادة الاجهزة الاستخباراتية الفرنسية والبرتغالية اكبر عملية تهريب للمخدرات الصلبة للمغرب الذي تحول في السنوات الاخيرة الى وجهتنا ومعبار مهمين لتهريب الكوكايين من امريكا اللاتينية الى اوروبا بقى التفاصيل ممكنكم تشوفوها بيومية اخبار اليوم بهذا داكن وصلوا مشاهدين الى نهاية شوفة صحافة الى اللقاء ودومشون فرعش الله اشتركوا في القناة